بعد ما رسمنا دا معناه ايه دا اكبر مع بعض يستحملهم القطع فتخيل لو انت عندك قطع خلاص ابعاده تسليحه معروفين وانت رسمت له و الطلب منك قالك لو القطع دا عليه قيمة مومنت كزا و بيب كزا شوفوا القطع دا طبعا ساعدت الطبيعي ان انت تعمل تخش بقيمة عندنا هنا وقيمة وشوف نقطة تقطعهم فين والله لو النقطة دا معناه ان القطع يقدر يستحمل اكتر منها ولا يبقى قطع في الحال دي طبعا يبقى سايف لو النقطة دي يبقى قطع ما يقدرش يستحملها يبقى ساعدت القطع ايه لو بالصدفة على دي بنسميه عندنا هو سايف بس بالعافية طيب حاجة تانية بما ان ايه بتساوي ام على بي وانا اقول دي لازم علاقة بين الام والبي ولا لأ فواضح دلوقتي ان كل قيمة اللي ايه عندنا كل قيمة الايه ما تتغير هتلاقي ان احنا هيطلع عندنا خط بميل معين واخد بالك ميله عندنا الايه تاعتنا اللي هو ميل الخط اللي هي المسافة اللي هو الزاوية دي ليه الزاوية دي اللي اتفقنا هتبقى الام على البي لان الام هنا هو الافقي والبي هو الرأسي بس واضح ان كل الايه ما تتغير ارتفقنا يعني زاوية دي هتتغير يعني ميل الخط نفسه هيتغير طيب مثال لو تقلنا مثلا ان القطع اللي احنا اسمنا له simplified interaction ده عايزين نحسب له اكبر ونورمال يستحمله من القطع ده بس لما الايه تساوي اتنين نعمل ايه ساعتها كله هنعمله هنرسم الخط الايه بتاعته بكام باثنين بس احنا قلنا الخط الايه بتاعته باثنين يجيبقى خارج من الزاو بميل معين بحيث ان احنا زا ما قلنا الخط ده يقطع الانتر اكشن دا جرام في نقطة معينة عن طريق النقطة دي احنا هنعمل ايه هتطلع ساعتها اكبر وم يستحمله من القطع بكام بس لما الايه كاب بتاعتنا بكام باثنين طيب يبقى كله هنعمله زا ما قلنا عايزين نرسم الخط الايه بتاعته باثنين طيب لو انت طلعت البي هنا مش جامعنا كده ان الام بتساوي اتنين البي طيب والله مثلا لو انا عايزة نرسم الخط الايه بتاعته باتنين دوت اعمل ايه لو قدرت احدد اي نقطة وقع على الخط ده اي نقطة ووصلتها بزيرو يبقى انا كده جبت رسمة الخط ولا لأ فكله هنعمله هنعمل ايه هنحسب اي نقطة وقع على الخط ده اختار اي قيمة للبي وعود في المعادلة يطلع الام انا مسلا لو اخدت البي بمية يبقى ساعت الام بكام اتنين في مية لا يتبقى بامتين يبقى النقطة ان البي بمية والام بامتين دي واقع على الخط بتاعناстве بتسوي اتنين ولا لأ? يبقى سيادتك هتخش كده بايه قيمة البي بتساوي مية والام بتساوي متين هاتلي النقطة دي في كده قلنا النقطة دي وقع على الخط بزبط الاي بتاعته بكام北نين لو وصلناها بالزيرو يبقى وهو ده الخط الاي بتاعته بلأ Stefan لو كملت الخط ده لحد لا يقطع فاكد قلنا عند النقطة دي بالزبط انت متأكد ان الاي باتنين وفي نفس الوقت ده اكبر مومنت ونورمل يستحملهم من قطاع. يبقى دول كده اخب بالك اكبر ام وبي يستحملهم من قطاع لما لقيه بتاعتنا كبكام باتنين. طب حاجة تانية مش احنا قلنا النقطة دي نقطة نمرة تلاتة دي دي بتاعت ماشي كده. يبقى لو احنا وصلنا النقطة دي بالزيرو يبقى الخط ده بتاع ايه بتاع يعني ايه يعني ايه اي حاجة فوق الخط ده النوع الانهيار بتاعنا يعتبر ايه كمبريشن فالير. يعني مع صحة هيحصل انهيار من ناحية الخرصانة وتتكسر. يعني شبكين قلنا اي التفانأ ايه حاجة تحت الخط ده اي مزاعة تحت الخط ده تعتبر ايه عندنا يعني معنا صح يوم ما يجي يحصل انهيار لقطاع هيحصل ان الحديد هيتمطل اول. كي لو افتك بيحصل عن طريق ايه? عن طريق يعني اخذ بالك الخط الفاصل ده التفانأ ده بتاع اللي بيحدي بيزبط ايه الخط الفاصل عندنا بين الاندر والاوفر اللي هو اشتركوا في القناة